أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مجدداً أنه لا يمكن مهاجمة أفراد من الجيش الأمريكي دون رد في إشارة إلى الهجوم الثانية الذي استهدف قاعدة التاجي مضيفة أن المحاسبة آتية لا محل وأحجم جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون عن التكهن بشأن الرد المحتمل لكنه قال في بيان استناداً إلى تحذير وزير الدفاع مارك اسبر الأسبوع الماضي لا يمكن أن تهاجم وتصيب أفراد من الجيش الأمريكي وتفلتون مضيفاً أن قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية وقال أن الولايات المتحدة تساعد في التحقيق بالهجوم الذي استهدف معسكر التاجي